اشتركوا في القناة واشدد العسومي خلال كلمته أن البرلمان العربية يدعم بكل قوة مملكة البحرين ويتضامن معها في هذا المصاب الأليم معربا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء وأن البرلمان يدعم كافة المساعي العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته وقدم رئيس البرلمان العربي خالص تعازيه للجلالة الملك المعظم وسمو للعاد رئيس مجلس الوزراء وللقيادة العامة لقوة دفاع البحرين ولشعب المملكة في شهداء الواجب الذين قدموا أنفسهم فداء للوطن لتأدية دورهم الوطني المقدس كما بحث البرلمان العربي خلال الجلسته عددا من المواضيع المهمة وفي مقدمتها آخر التطورات والأحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية